اشتركوا في القناة وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين حيث أطلع معاليها اللورد أحمد على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلامة العامة مؤكدا أن حقوق الإنسان تمثل إرثا حضاريا وجزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني وتستقي السند والدعم من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيدا معالي بشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لسيما في مجال العمل الشرطي والعدالة الجنائية وخلال الاجتماع اطلع الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشؤون الكامنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة على إجاز بشأن تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة قدمه سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تناول فيه الإنجازات التي تحققت في هذا المجال وأنواع تلك العقوبات وكيفية تنفيذها خلال جائحة كورونا مضحا أن عدد المستفيدين بلق ووفق أحدث الإحصائيات إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرين مستفيدا وأنه تبين من خلال تفعيل المتابعة اللاحقة أن نسبة العودة إلى الجريمة يعد انتهاء العقوب بعد انتهاء العقوبة البديلة بلقت أربعة بالمئة كما تم عرض فيلم وثائقي عن لجنة حقوق الإنسان بوزارة الدخلية ودورها في نشر التوعية القانونية اللازمة لدى منتسبي الوزارة كما تناول العرض الحقوق والخدمات المقدمة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل ومن بينها رعاية الصحية والتعليم وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعرض منتجات النزلاء من الحرف اليدوية في معارض متخصصة كما تم عرض إجاز حول برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي أصبح يغطي معظم مدارس البحرين